الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نتكلم في هذا الدرس عن نواقض الإيمان إذا قلنا نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام أو نواقض التوحيد فالمعنى واحد والنواقض جمع ناقض وهو المبطل والمفسد متى طرأ على الشيء أفسده وأبطله مثل نواقض الطهارة التي من فعلها بطلت طهارته ولزمه الإعادة ومثله نواقض الإسلام إذا فعلها العبد فسد وبطل إسلامه وصار من أهل الأوثان بعد أن كان من أهل الإسلام وإذا مات على ذلك صار من أهل النار والعياذ بالله وهذه النواقض عشرة وزاد بعضهم عليها الأول الشرك في عبادة الله تعالى كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم كمن يذبح للجن أو للقبر أو غير ذلك الثاني من جعل بينه وبين الله تعالى وصائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا كمن يقول يا محمد أغثني يا محمد اشفع لي عند ربي فهذا قد جعل محمدا واسطة بينه وبين الله يقربوا إليه قال الله تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا والله تعالى كفرهم وكذبهم بهذا القول كما قال الله إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر من لم يكفر المشركين سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الوثنيين أو شك في كفرهم فقال مثلا يمكن أن يكون اليهود أو النصارى على حق أو صحح مذهبهم كمن يقول هم على دين صحيح أو على دين حق فإنه يكون كافرا مثلهم الرابع أن يعتقد أن هناك هديا أحسن من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأن يقول الفلاسفة أو الصابعة أو الصوفية طريقتهم أحسن من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يكفر وكذلك إذا اعتقد أن هناك حكما أحسن من حكم محمد صلى الله عليه وسلم كمن يعتقد أن الحكم بالقوانين أحسن من الحكم بالشريعة المحمدية فهذا مرتد بإجماع المسلمين وفي هذا الناقض شيء من التفصيل يحسن الرجوع فيه إلى كتب أهل العلم الذين تكلموا فيه عن الحكم بغير ما أنزل الله الخامس من أبغض شيئا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فإنه يكفر لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم السادس من استهزأ بشيء من دين الله تعالى أو ثوابه أو عقابه فإنه يكفر لقوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وذلك كمن يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالمصلين لأنهم يؤدون الصلاة لا لذواتهم أو يستهزئ بالحجاج ويسخر منهم أو بالطائفين لأنهم يطوفون لا لذواتهم أو يستهزئ بثواب الجنة كأن يقال له إن الموحد يدخله الله الجنة والجنة فيها كذا وكذا من النعيم فيستهزئ بذلك ويسخر منه أو يستهزئ بالنار وما أعد الله تعالى فيها لأهلها فهذا يكفر بالاستهزاء للآية الآنفة والتي نزلت في جماعة استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قول الله تعالى وما يعلماني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وقد تقدم الكلام عن موضوع السحر بما فيه الكفاية الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين لقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقلنه ورده لأن هذا يدل على محبتهم فإذا أعانهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي دل ذلك على محبتهم فأصل التولي هو المحبة وينشأ عن ذلك الإعانة والمساعدة ضد المسلمين التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني يجوز له الخروج كما جازا للخضر عليه السلام الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهذا يكفر لقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والمعنى أنه يعتقد أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله بغير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا الطريق يوصله إلى الجنة ولو لم يعمل بشريعة محمد كما قال بعض الفلاسفة فمن اعتقد ذلك فإنه يكفر العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين انتقمون ومما يحسن التنبيه إليه أنه لا فرق في جميع هذه النواقض العشرة بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فالحالات هنا خمس يكفر في الأربع الأولى منها الحالة الأولى إذا فعلها عامدة والثانية إذا فعلها هازلا أي مازحا والثالثة إذا فعلها خائفا والرابعة إذا فعلها مكرها وقلبه مطمئن بالكفر ففي هذه الحالات الأربع يكفر وأما الحالة الخامسة فإذا فعلها مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يكفر لقوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم وفي هذا القدر كفاية والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد